مساء الخير الغزالات كديرين في هذا الفيديو هادا غادي تشوفوا معايا جديد في الحلويات حلوة ديال الريش بوند ولكن بواحد طريقة الجديدة حلوة فرضية مزينة بكون فتور كانت منى من الله تعجبكم خليكم مع المقادير وطريقة التحضير بالنسبة للريش بوند البنات كدير رشيشة ديال الملحة هنرى ماما هي اللي كتعجن فيها دارت مية وخمسة وعشرين جرام ديال الزيتة كاز سونس ديال سكر سانيدة كتعبر بالكاز ديال العنبة غادي تمزج هاد المكونات مع بعضياتهم مزين حتى كتحصل على بوماد وعاد غادي تضيف المقادير اللي بقتليها بالنسبة للهد الحلوة هادا ديال البنات تراها معروفة وزوينة بزاف يعني كتجيه شيشة بزاف بزاف كتجيزوينة في شكل ديالها وفي المادق ديالها البنات كانت معروفة كانت يعني كتلسقي وحدة على وحدة ديال جادرتها في واحد الفيديو غادي نخلي لكم اليان دياله في صندوق الوصف ديال هاد الفيديو هادا ودخلوه وتفرجو فيها كتجيزوينة ولكن دبا حاولت انني يعني النوع او لنبدل الطريقة كتجي يعني كتجي مختلفة وكتجيزوينة هنا يا زادة ثلاثة ديال البيضات وكاسونس ديال الزيت نباتية صافية غادي تكمل الخلط ديال هاد المكونات هادو حتى كتحصل على واحد الخليط اللي كيكون متجانس كتزيد شوية ديال لازست او للقشرة ديال الليمون او للحامض اللي بغيسين تيان لك هاللي بغيسي كتستمر في التحريك يعني حتى ما تبقاش تحس بديك ساني دا وهادا سر من اسرار ريش بوند ضروري البنات اه ديروا هاد المرحلة ما يمكنش تجيو تكوبو كل شي فضقة واحدة للا بغيتو الحلوة تجيكم زوينة و تجيه شيشة هادا سر من اسرار ريش بوند تاني سر البنات هاد الحلوة هدي ما كتبغيكش نهائيين تقوي ليها الطحين الا قوتي ليها الطحين اه ما كتجيش نهائيين كتجي قاسها بزاف تكشي علاش انا ما غديش نقول لكم شحال ديال الطحين بالضبط مي هاد الكميه هادي قل من كيلو يعني الطحين عين كميزان كنتو ما تشوفوا كيفاش غادي تحصل اليها كتديروا جوج الساشية ديال الخميراء ايديال سفي كسبقة يعني تغرب الطحين والخميرة باش كتدخل اكسجيل حلوة كتجيزوينة اه هنايا كيما كتشوفوا كنكب ليها في الطحين كيما كتلكم عينكم ميزانكم من بعد البنات كما كتشوفوا غادي تجربوا بليد لينقية إلا ما لسقتش لكم العجينة والزيتات اللي يكون في ديكم عرفوها رها ناشحة سفي غادي نخليها ترتاح وعاد غادي نخدمو بها إن شاء الله بعد ما ارتحت العجينة البنات كما كتشوفوا راني معاونا ماما انستالت يعني الكاميرا وبديت نعاون فيها مهم هي ركت عبرها جميع الحلويات اللي كنديرو احنا كنعبروهم باش الحلوة كتجي مقعدة وكتجي زوينا كتعبر كديرت قريبا 14-15 غرام في كل وحيدة من بعد كنكورها أنا كما كتشوفوا فيها بابي كويسون يكون نقي باش الحلوة كتجي يعني نقية وكتجي ادبو زوينا من بعد البنات كندليها واحد الحفيرة الوسطى إما بصبعي إما بواحد يعني بواحد العيبة أنا غدي نوريها لكم دابة مهم كيف مرتاحي تنتو ما يعني باش تديرو هديك دكتوق اللي كيكون في الحلوة ديرو إما بالأصبع ديالكم أو لا بأي حاجة انتم ما غادي يعني هدي تجيكم ساهلة كما كتشوفوا كنحاول أن يعني نكور العجينة مسيان ونبسطها شوية بيديها ومن بعد كندلي هديك الحفيرة يعني طريقة ساهلة بزاف بزاف وكتجيزوينة صراحة حلوة غزالة صراحة يعني غي جربوها وساهلة في المقادر ديالها أنا قدرت لكم غي مية وخمسة وعشرين ديال زبدة بغيتو انتم تديرو كتر ديرو كتر بغيتو تديرو قلغي باش تجربو ديرو قل يعني ديرو اللي بغيتو بنسبة لبطة البنات لبغيتو مثلا تنكهوها بشي لون تنكهوها عفوا بشي بشي لاروم او لا تديرو لها شي لون انتم بغيتو يعني ما بغيتوش حلوة تكون مثلا فادلون هادا بغيتوها مثلا غوز او لا نوع او لا يعني اللي بغيتون شو مية كتديرو الاروم كينين الارومات فيهم النكهو فيهم حتى الماضاق مويمة البنات كيما كتشوفو هنا كيفاش كان طبع الحلوة ما كان طبعها هاش صراحة بسبعي ولكن كيما كتشوفو بهاد طريقة هادي هاكا كان حصل على يعني بهاد المرفق ديال الاصبوع ديالي كيما كتشوفو يعني الطريقة سهلة البنات غي اه غي جربوها وكنو متأكدين على انكم غادي تعرفو لها انا اخذت هادي هاد العيبات هادو انا واخدهم صراحة الحلوة اللوزو لغاتو برسونال موهم كيما كتشوفو كان دير تقب هاد اللعبة هادي كيما كتشوفو كان حصل على تقب الوسط من بعد البنات بعد اما كنكمل هاد الكمية هادي اه بهاد الكمية هادي ديال لابات خرجت ليه جو جديل طاوات جو جديل طاوات عامر هنا البنات الموهم هنارا ضيجة انا شعل الفران قربت نكمل اه نعمر طاوة غي نعمرها غادي نخشي الحلوة يعني في الفران غير اه غير الحلوة تقصح شي شوية ماشي تتقصح بزا فغيت شد فراتها وتشوفو ديك التقب مثلا طلعات او للحلوة شوية نفخات كتجبدوها وتعاودو تقبوها يعني ترجعو التقب كيفما كانت كسفيو كتخليو هاد طيب يعني احنا الغرض ديالنا في التقب يبقى كيفما هو اه فهمتو كان نتمنى تكونوا فهمتوني شنو شنو كان قصد هاد شي لي كينا البنات انا غادي نكملها وغادي نديرها الطيب وماني غادي تطلع ليا ديك التقيبة غادي نعاود نتقبها وردها الطيب بنات راه الطاوة اللولة كالطيب هادي الطاوة الثانية هنا ياخذي تقرعة ديال كون فيتور او للمربة ديال المشماش جاري بطبيعة الحال كنديرو فكسرونة اسمحوا لي هاد القريعة هادي اخويتها فكسرونة كيما كتشوفو من بعد غادي نزيد عليها شوية ديال ما زهرت قريبا اه يعني هاد الكيمياء ديال الشدابة قل من اربع كاس وهنا كاس ديال الليمون عصر ديال الليمون سفي غادي نخلط هاد المكونات وغادي نديرهم فوق البطاق غير يسخنوا ليه شوية ومن بعد غادي نحيضهم غادي نسخنهم هاد المربة هادة اللي شفتوه ولي غادي نبقى نغتص فيه الحلوة باش نسخ عليها الكوك بالنسبة هنيا عندي مربة عادي يزد فيه المناكيه اللون الاحمر باش ندير ديال يعني ديال تقيبة نعمرها بهاد المربة هادة انا سخنتهم زيان او لطيبتهم زيان باش يعقد ومن بعد غادي نعمر به البنات بعد ما طابت الحلوة واخدت ليه واحد اللون يعني ذهبي يعني زويون حاولوا متحرقوهاش البنات ارضو ليها لبال في الفران هنيا كنديرها فهدك المربة ليسخنت 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 اللي يزد عليها شوية ديال مازهار وكاس ديال ليمون سفي نخليها فيه واحد شوية سفي نسقطرها وكنديرها في الكوك سهلة بزاف بزاف بالنسبة للك تقيبات الاشتوهم عمرو لكم بالكوك حاولوا انكم تحيدوا منهم هادك لماكسيمون ديال الكوك اللي كيكون فيهم باش ديك تقيبة للوسط نعمروها بالمربة اللي انكهناه بالفراز مثلا او لانكهوه باش ما بغيتو او لخليوه عادي كما كتشوفوا بهاد شكل هادة صراحة كتجي غزالة بزاف وسهلة والمقادير البنات حتى هما بساطين بزاف كانت مننا غي تجربوها وتجربو الوصفة ديالي را هم ناجحين مية في المية وكتر من مية في المية البنات يعني ايفيكا صراحة كنحط ليكم كل شي يعني الحاجات الساهلين واللي كيجيو زوينين والناس را كيشكروني عليهم يعني ابر يوتيوب ابر يعني هالضومين هادة هكا في العائلة الاصديقاء كل شي كيشكرني على لي قاطوا لي كان صاوب وقاع الحاجات اللي كيدوقوا من عندي كيشكروني عليهم لانه وصفات صراحة ناجحين مية في المية ما كان بغيش نحط لكم شي حاجة اللي ما كان عارفهاش كان حط لكم غير الوصفات اللي كان عارف واللي انا يعني اه قريت عليهم وخضيت عليهم ديبلوم المهمة لبناز بلا ما نكتر عليكم في الهضراء انا غادي نكمل الحلوة ديالتي في الزهين وغادي نخليها سبرط بطبيعة الحال وغادي نقدمها لكم وبصحتكم وراحتكم ودائما كنقولها ونعودها اه مرحبا بالجميع مرحبا بكم كاملين فلاشين ديالي اه تابونوا عندي وفعلوا الجرس باش يوصلكم قاع الجديد ديالي وبرتاجوا الفيديوهات ديالي مع الناس اللي كتعرفوا وخليوليا كومنترات وخليوليا لايك باش تحفزوني على انني نعطيكم بزف ديال الوصفات وبصحتكم وراحتكم البنات بوساليكم كبيرة وبسلام عليكم تهلاوليا فريوسكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة